فالإنسان اللي من غير عمل هو في الحقيقة فقد ركن من أركان الحياة ركن من أركان الإنسانية لأن الإنسان قمته بما يعمل شوف كده هذا سيدنا الإمام علي منسوب سيدنا الإمام علي وكمان مرفوع موقوفه مرفوع قيمة المرء بما يحسنه يعني إمتك أنت بما تحسنه يعني قيمة المرء بما يعمل ولذلك أوسع باب تشعر به ومن خلاله بنعمة العمل هو أنك أنت تكون حاضر في العمل فلما تكون حاضر تتقن العمل تتعرر لنفحة الله سبحانه وتعالى هو مين اللي بيساعدنا في العمل بمناسبة هو أنت فاكر أن أنت لما بتمشي في العمل أنت اللي بتعمل كده أنت دايما أهلين يقولون ياد الله قبل أيديكم يعني إيدي النبي قبل إيدك وكمان ياد الله قبل يدك هو اللي سهلك وهو اللي وفقك وإزاك حضرة النبي قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه طب إذا هو أحب أنه يتقن العمل إلا حاصل استعن بالله ولا تعجز ربنا يكون عوني لك لما تكون أنت حبي بالعمل وبتستعين بالله الله يساعدك على أنك أنت تتقن العمل فمن الذي جعلك تتقن العمل الذي قال لك بأنه سينزل نفحات لكل من عمل بأمل فاعرف أن إتقانك للعمل نفحة من الرب الأجل لأن الله إذا كان يحب هذا فسيفتح عليك أبواب الوصال ويبقى عملك يغير حالك من أسوأ حال إلى أحسن حال يبقى إيه اللي حاصل أنت ترى أنك تعمل تحت رئيسك وأهل الله والصادقون يرون أنهم يعملون تحت نظر الله آوى الله العظيم طيب لما تعمل تحت نظر الله يحصل لك إبقى من عمل وهو على يقين أنه في محل نظر الله اتسعت في عينه الحياة وعاش في حضرة مولاه فتجلى عليه في كل لحظة بوصل لم يره قبل ذلك في الحياة فيدخل في عالمي وفي حياتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طيب فين الكلام ده ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب صدقوني العمل ده نعمة نعمة تفتح علينا نعم ما بعدها نعم ولما تعرف أن العمل عمل ده نعمة وتشكره ربنا سبحانه وتعالى يزيد عليك النعم ترجمة نانسي قنقر